اشتركوا في القناة الجاري بمدينة مراكش المغربية وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مراكش سعادت العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أهلا بك في نشرة الأخبار والمؤتمر البرلماني للحوار بين الأديان يأتي بعد عقد الجمعية السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والتي حملت عنوان التعايش السلمي أيضا مما يعني أن هناك اهتمام برلماني دولي بهذا الشأن كيف تنظرين إلى هذا الموضوع؟ موضوع التعايش السلمي يعتبر من الملفات المهمة لدى البلدان عموما والبرلمانات تحديدا في رأيي لا يمكن أن يتحقق الاستقرار والأمن الاجتماعي من دون احتضان التنوع الديني تحت مضلة الوطن الواحد الحمد لله احنا في البحرين نمثل قدوة للبلدان في موضوع التعايش الإنساني وكلنا طبعا نتذكر الفعالية الكبرى برعاية ملكية سامية واللي حملت عنوان الشرق والغرب من أجل التعايش السلمي بمشاركة طبعا قداسة بابا الفاتيكان وأيضا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وعدد كبير من الشخصيات الفكرية وممثلي الأديان من 79 دولة هذا النهج الملكي انعكس في ممارستنا البرلمانية من خلال استضافة البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وما حمله من شعار داعم لتعزيز التعايش السلمي أعتقد أن ذلك يمثل حجر زاوية لاستمرار النشاط البرلماني حول هذا الموضوع من أجل تعميق الوعي البرلماني والاستفادة من التجارب الملهمة في التعامل مع موضوع التعددية الدينية فيجب علينا أيضا استثمار التنوع الديني كعنصر قوة في بناء المجتمع وتحقيق سيادة القانون تعتبر الدبلوماسية البرلمانية أحد أوجه النشاط المميز للشعب البرلماني لأن وفد البحرين سيمثل صوت البحرين وتجاربها الإنسانية وشغف فريق البحرين في إطلاق المشروعات الرائدة على سبيل المثال يعتبر مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أحد أبرز المبادرات البحرينية المهمة التي تعكس الرؤية الملكية لتعزيز قيم التعايش ويكون هذا المشروع بإذن الله حاضر في أوراق العمل بالفعالية أيضا تمثل الدعوة الملكية لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها مثال على الرؤية البحرينية لتحقيق الإخاء والتعايش والوئام الإنساني وأيضا سيجري تسليط الضوء عليها من خلال مشاركات زملائي بالفعاليات المصاحبة للمؤتمر طبعا انطلاقا من هذه الرؤية أعضاء الوفد البرلماني البحريني سيشارك في العديد من ورش العمل وجلسات النقاش بشأن موضوعات عديدة مرتبطة بمحور الفعالية نعم دكتورة جهاد ما هي الرسائل التي سيركز عليها وفد الشعوبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال هذا المؤتمر؟ بتكون رسائل المشاركة البحرينية مركزة بالتأكيد على دور البرلمانيين في ترسيخ الاعتدال والتضامن وأثر المشاركة البرلمانية في تشجيع الشباب على تحقيق الأهداف الكبرى لتحقيق التعايش الإنساني والدور اللي يطلع به البرلمانيين لمواجهة خطابات الكراهية والتحريض على العنف نعم سعادت العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى شكرا جزيلا لك موسيقى 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 موسيقى